من مبنى متهالك مهجور إلى معلم تربوي بارز يُعرف بنادي المعلم وانطلاقاً من هدف تجويد رسالة المعلم التربوي ومخرجاته أنشأت مؤسسة العون للتنمية بالتعاون مع مكتب التربية والتعليم في مدينة سيئون نادي المعلم الذي يعمل أيضاً على تأهيل المعلمين وتطوير قدراتهم يقصد هذا النادي أغلب المعلمين من مختلف مدن ومدريات محافظة حضر موت إذ يسعى القائمون عليه إلى الخروج بنماد مؤهلة تسهم في انتشال واقع التعليم المتردي يهدف هذا النادي إلى رفع مقانة المعلم في المجتمع يهدف هذا النادي إلى تجويد مهنة المعلم التربوية والتعليمية من خلال رفع قدراته ومن خلال رفع مهاراته رؤية النادي الريادة في تجويد مهنة التعليم في وادي حضر موت من خلال بحلول عام 2025 ميلادية العديد من الفعاليات والندوات والملتقيات العلمية والثقافية تقام هنا لتبحث في القضايا التربوية بما يسهم في الارتقاء بشخصية المعلم وصقل مهاراته العلمية كما تنظم بعض هذه الأنشطة على هيئة دورات تدريبية ومؤتمرات ونشاطات صحية وأخرى اجتماعية وثقافية يضم النادي قاعة تدريب مجهزة بشبكة انترنت ومكتبة عامة تزخر بالمؤلفات العلمية المختصة بالجانب التربوي والتعليمي كما تعد هذه التجهيزات من مسبح وحديقة وصالات رياضية مختلفة جزءا من أساسياته مكونات هذا النادي مكونات متعددة تشمل الجانب الثقافي تشمل الجانب الصحي الجانب الرياضي الجانب المهاري بالنسبة للمعلم هناك نشاطات متعددة ينفذها هذا النادي يشكل نادي المعلم بسيئون متنفسا إضافيا لمنتسبي مهنة التربية والتعليم بمحافظة حضرموت كما يعد هذا النادي الوحيد على مستوى الجمهورية حداد مساعد قناة بالجيسة حضرموت